بآخر فقراتنا الصباحية والعمل التطوعي وآخر النشاطات حيحة زينب مثل ما ذكرتي العمل التطوعي والإنساني وآخر النشاطات اللي عم نشخدها بالفترة الحالية وأنشطت جمعية ساعد ومساهمتها في الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطريقة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ننتعرف بشكل موسع على نشاطات هذه الجمعية ضمن صباحنا لليوم معنا الأستاذ عيصام حبار رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد يسعد صباحك وأهله وسهله فيك أستاذ عيصام يسعد صباحك يسعد صباحك أستاذ عيصام يعني كثير شهدنا آخر فترة كثير من الأحداث المؤسفة اللي صارت بعدد من الأراضي الزراعية بالساحل السوري اليوم دوركم كجمعية بالاستجابة للحملة الطريقة للاستجابة الوطنية لأطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلينا نركز عليه لنفوت بالتفاصيل اليوم جمعية ساعد هي جزء من كينونة كبيرة اللي هي جمعيات الأهلية الموجودة في مدينة دمشق ضمن الاستجابة لإطلاقتها وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل لمتضرير حرائق اللي صارت في الفترة الأخيرة فعلا قدرت هالجمعيات تطلق أربع قوافل وبعد بكرة القافلة الخامسة لأهلنا المتضررين طبعا نحن عم نحمل سلل محبة مع عم نحمل سلل إغاسي أكيد هذا الكلام مرفوض نحن معنا سلل محبة معنا أخوة نحن عايشين ببيت واحد ولكن كل واحد فينا اليوم بغرفة صار في ضرر بمكان عم نحاول نعود عم نحاول نكون موجودين أجمل شيء عم نصير معنا فعلا اليوم موجود المتطوعين معنا نحن بكل القافلة عم نطلع معنا بأن 25 إلى 50 متطوع عم يساعدوا بتجهيز السلل عم يساعدوا بالتوزيع عم يلتقوا مع الأهالي وهذا كان جزء هو المحبب لألنا يعني اليوم لما عم نمر بضيع مثلا حدا عنده بعد بقيان عنده 3-4 شجرات رمان شباب أطفوا خدوا معكم على الشام اللي عنده كم تيني أطفوا خدوا معكم هاي الروحة الجميلة فعلا اليحنا اليوم بحاجة أنه نلبسه مع بعض نحس أنه ما نغربه ما في شيء بيبعد عنه ولننطلق من الحالة السلبية للحالة الإيجابية لنقول اليوم شبابنا جاهزين بأي مكان بينطلب منه أن يكونوا حيكونوا موجودين جمعياتنا جاهزة للدعم أفكار موجودة اليوم كمان في أفكار جديدة بلشت تطلع كمان ننقلب الحالة السلبية لحالة إيجابية ونقدر نطلع من خلالها بمشاريع أو بمبغادرات تساعد الأهالي اللي تضرروا منها الحالة يمكن أن أستاذ عسام حكيت كلمة كتير حلوة ودائماً نحن متعودين عليها أنه هي سلة محبة ما هي سلة إغاثة ونحن دائماً متعودين بخلال الأزمات اللي نحن ما رأنا فيها كان مو أول أزمة من مرؤ فيها ولكن أزمات متتالية عبر حرب شرسة على سوريا كانت وعلى جميع المحافظات السورية أنه نحن نغيط إغاثة الملهوف ونحن من طبع السوري هات الشيء كيف إذا كان في أزمة شبابنا يمكن اليوم كان في حماس أكبر ويمكن اندفاع كتير كبير بس شفنا غاباتنا وعم تحترق والمواسم كيف راحت كيف همت الشباب وسافرت من هون دغري طلعت للمساعدة خلينا نحكي كيف كان الحماس دائماً رسم البسمة ما هو شيء سهل أكيد ولو بشيء بسيط حسينة أنه في عالم تسمي ترجعت من جديد نحن فعلاً بيوم بيوم ما صارت بلشت الحرائق تم الاجتماع فوراً مع عدة جمعيات لنطلق الاستجابة ونقدمها لوزارة الشؤون ونبلش نشتغل عليها الحماس المتطوعين اللي حملوا الشانتيون فعلاً واجوا على المراكز طبعاً أنه خال إحنا جاهزين هلأ أمنوا النباسات لنطلع نساعد الأهالي وفعلاً كنا ناوين نطلع يعني صدقاً أنه نحن بلشنا جاهز حالنا لنطلع لنكون موجودين معهم ونساعد بهذا الموضوع ولكن عم تجينا أخبار أنه فيه سيطرة بأماكن والحمد لله الأمور بخير العالم بخير هلأ خلينا نقول فيه صورة للسماء ما بنعرفها يعني فيه صورة ما عرفة غير اللي راح على هالأماكن واجتمع مع الأهالي صحيح يعني مثال خليني يقوله كتير مهم أنه أنا قاعد مع مجموعة من العالم فعمل لهم الله يكون معكم يعني شيء خطير وكبير اللي صار معكم فبيطلع هيك الرجال كبير من قال لك الله ما كان معنا الله كان معنا بكل لحظة شايف هي الستة الكبيرة هي الستة معها ولدين قاعدين ببيتهم والنار محاصرتهم ولحنا عم نحاول نطفي النار بلحظة شلون طفت النار ما حدا بيعرف صحيح فالله كان معنا هاي الستة الكبيرة اللي عندها ولاد عندها أربع بقرات عايشين من وراهم فاتت النار من باب الزريبة وطلعت من الباب الثاني ما قربت على البقرات الموجودين اللي الله كان معنا والله بيحبنا ولأنه الله بيحبنا بعدكن لعنا يعني هاي الأفلة اللي أفل فيها فعلا كانت كتير جميلة هننا بيعطونا أمال أنه سرنا عنده أنه ما تاكلوهم الحمد لله لحنا بخير والحمد لله اليوم بيوتهم ما تضررت يعني هاي كانت أهم شغلة فرحنا فيها أنه البيوت ما تضررت ضرر الشجر نقدر إن شاء الله بإذن الله بهمة الشباب بهمة العالم تساعد للرجع الشجر نحمد الله أنه ما عنا إصابات ما عنا الشهداء راحت في الحالة هاي يمكن كان في شي هيدين فقط ولكن الحمد لله ما في أضرار بشرية كبيرة بنقول الله بيعود كل شي وإن شاء الله بإذن الله كلنا مع بعض بنعود كل شي أكيد يعني أهل الجبال العز بيبقلون العز دائما من قللون هيك والحلاوة إنه كل السوريين بلحظة الحرايق يعني كان عم يتسابقوا ليروحوا يساعدوا أهليهم بالساحل حتى يطفوا الحرائق كمان في يوم الأربعة قافلة من جولان المحتلة هي مفاجئة لتطوص يعني أدي حلو يعني أنا نمالجسني هاي القافلة الثانية لتطوص حلو كتير ولكن هاي القافلة الثانية المفاجئة اللي فيها حكيتي كلمة مشوية إنه كل السوريين هاي القافلة حيكون فيها سلل محبة من أهلنا بالجولان المحتلة أهلنا بالجولان المحتلة اليوم تواصلوا معنا عن طريق شباب موجودين بالسويدا عم نجاح السلل لتطلع باسمهم لأهلنا المتضررين بالأماكن الحرائق هذا الشي الحلو مش جولان لترطوس رح تروح السلل المحبة لعنده فعلا نحنا اليوم نحنا بحاجة لنقعد مع بعض نحكي مع بعض أكتر لهيك هاي الحملة رح تكون مغايرة لكل الحملات هاي الحملة رح يكون فيها مخيم 3 أيام ليجتمع متطوعين دمشق مع متطوعين السويدا مع متطوعين ترطوس ليخلقوا حالة تفاعلية كاملة بمنطقة تعرضت للضرر اللي هي رح نكون بألتون الجرد بمنطقة ألتون الجرد رح نعمل مخيم هذا المخيم رح يكون مخيم تفاعلي نقدر نصل فعلا مع بعض لنتيجة نصل لهدف نفكر شو ما نساوي شلومنا نساعد بعض أكتر والأهم إنه نركز على نقطة بكرة شو ما نعمل مشان لا سمح الله ما نرجع نوقع بنفس الغلطة شو نقدر نساوي حيكون في مهندسين زراعيين معنا ناخد منهم خبرة شو ما نزرع شو ما نحط لا نحمي ما بنقول ما تبقى لا ما نحمي كل شي راح وان شاء الله بيرجع كان استاذ عيسام بعد سنوات من العمل التطوعي صار في مسئولية كتير كبيرة على عاطقهم يمكن دائما الإنسان بيبلش مسئوليته ضمن إطار معين ولكن كل ما مرينا بسنين عم تكبر وتكبر وتكبر حجم هيدا المسئولية قديش زاد وقديش لازم أيضا نعطي شبابنا هذا الحس الذي هو موجود أصلا ولكن بطريقة جدية اليوم المسئولية كبيرة هي بلشت حتى كبيرة ولكن كما بيقوله صارت ظاهرة أكتر اليوم بلشت العالم تعرفنا أكتر هذا عم يطلب مننا فعلا تواجد بأكتر من محافظة تواجد بأكتر من مكان اليوم ساعد مع وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل هي خمس استجابة هي بتستلمها وهي بتساعد فيها وهي بتطلع فيها مع متطوعين الأجمل شغلة بالعمل الأهلي واليوم فعلا تكاتف اليوم جمعياتنا عم يكون في إلها دعم كتير كبير مثلا في منطقة بدي حرامات أنا ماني موجود عندي حرامات فعم دق لجمعية أخرى بعرف أنه في عندها بدي حرامات تكرم عينك كم حرام لازم كن كذب بدي فرشات بدي رز بدي سمنة هذا التكاتف بين الجمعيات هو بينه وبينك هو الأهم بالعمل الأهلي صحيح يعني اليوم من الخطأ أنه اليوم قول أنا أنا الأحسن أنا الأجمل أنا لا أنا بدون الغير ما بسوش فإذا ما كنا كلنا فعلا متحدي مع بعض ما كنا كلنا متفاهمين مع بعض ما نقدر نصل للنتيجة صح ما نقدر نصل للنجاح اللي احنا اليوم عم نصل له فعلا اليوم استجابة متضرير حرائق كانت من أجمل الاستجابات اللي اشتغلنا فيها لحنا كساعد بالتعاون مع كل جمعيات دمشق إذا بقر لها اشتاقات اللي عنا فعلا رقم مخيف رقم جميل رقم رائع هذا التجمع كل الاحترام لكل جمعيات كل الاحترام لكل المؤسسات كل الاحترام للسيدة الوزيرة اليوم اللي فعلا معنا لحظة بلحظة جميل أنه نحن مثلا كل ساعة كل ساعة ونص رسالة طمنوني ونصرتو طمنوني شو صار معكن طمنوني شو هاي المتابعة من الوزارة من الوزارة من الجمعيات الحمد لله برجع بقول اليوم أثبتنا فعلا أنه لحنا اليوم مع بعض أنجح ما فينا نكون لحالنا لازم نكون مع بعض أكيد أكيد ويمكن هاي التشاركية الإنسانية مثل هاشتاق سوريين اللي طلع يعني يمكن لأنه جمعتكم أصبغة الإنسانية دائما الساحل السوري هو السلة الغذائية لكل سوريا مثل ما بنعرف إن كان من حمص حما طرطوس اللاذقية القرداحة كمان فيمكن هذا الشي اللي وجع قلب السوريين إنه أراضيهم وبيعرفوا قدي الفلاح عم يتعب قدي عم يزرع بالسنوات الكتيرة من أجداده حتى هاد كنزه فيوم يمكن هاي الشي اللي أنتوا حسيتوا تراث ضاع منا فهبيتوا كلكون كمان حتى تكونوا عم تساعدوك واسقين كنا بكل الثقة أنه هاي الزيتون اللي عمرت خمسين وستين سنين حنا ظهر جد وقبل حتى قدرت هالزيتون يتصل لها لعمر هاد وتقدر تعطينا الإنتاجات بس الحلو يمكن استاذ عصام أنه كمان يمكن الزيتون ما بيعرف الشجر الزيتون لو أنحرق من فوق الجزور ممكن أنه مثلا تتجذب او تطلع مرتاني اجتمعنا مع كتير من المهندسين زراعيين طمنونا أنه ما تأكلوها إن شاء الله بترجع شوفي الأساس موجود صحيح فما عنا مشكلة إن شاء الله بنرجع من حط فوق الأساس أجدادنا عمروا أجدادنا حفروا الصخر لعملوا أرض فيها طراب ينزرع فيها صحيح أسسوا لنا شيء كتير مهم راحة الشجرة بنزرع غيرها يمكن نزرع واضل واحدة اليوم تنتين وثلاثة وأربعة المهم الحمد لله البشر بخير وهذا لحنا اليوم هدفنا كله بيرجع طول ما البشر بخير أمورنا بخير ونحنا بنرجع إن شاء الله أكيد نعم يعني يمكن حكينا كلمة بتعطي أمال لأنه التربة موجودة وأكيد نحنا رح نزرعها أكيد من جديد جذور يلي بأرضنا ما رح تموت لو بد تموت كانت من زمن ولكن لا جذورنا باقية وتتمدد أكيد فيني يقول جملة كتير كتير خضر بتصير كوارس بكل دول العالم للأسف يعني صحيح صحيح بإنه أنت في عندك شيء عم يصير عشر سنين إحنا عم نحمل بعض عشر سنين إحنا عم نساعد بعض عشر سنين ما نبي حاجة بعض ومنقول للكل حتى لو ما قد مننا كتر خيركم نحنا قد حالنا وإحنا إن شاء الله مكملين ولسه ما شفتوا شيء بإذن الله نحن نصير ونصير ونصير صحيح حكيد ويمكن لأنه نحنا مثل الجبل يعني دائما أويين ما شيء بيكسرنا سوريين معروفين بكل العالم أصل الأرض لحنا تماما فيمكن لهيك نحنا ما كتير منعول على حدا منعول على حالنا حتى نقدر نساعد بعده هاي طيبة الموجودة بكل الشرائح وبكل المحافظات عندهم طيبة فضيعة وهمة وكفونة مثل ما بيقولوا بألعامية حاولوا يلعبوا علينا ما طلع بيضا ما بيطلع المشاريع القادمة هيك بالخدام تحكي لنا عنا هلا اليوم لحنا فعلا في مشاريع كانت لـ 2020 ما قدرنا يمكن نشتغل منها جزء لأنه للأسف إيجاد كورونا وإيجاد حرائق ووافا نحنا عم نحاول نكون بالحالات الإسعافية ماشية بشكل كامل ولكن في مشروع عم نشتغل عليه لحنا بدون ما حدا ينتبه له رح يكون ظاهر إن شاء الله قريبا نحنا عنا إعادة تأهيل الحدائق بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق اليوم نحنا الحدائق الموجودة بين البنايات اللي للأسف في عالم بلشت تستعملك بكب نفايات ووا عم نحاول ننظفها نرجع نأهلها للأطفال ونزرعوها ونزرعها طبعا هلا إن شاء الله خلال 15 يوم في عنا حديقة رح تكون جاهزة ورح نورجيهم للعالم شلون كانت الحديقة وشلون صارت ونتابع على الأساس أكيد مكملين بجهودكم بجهود شبابنا يلي نحنا منعول عليهم ومثل ما قالت زينب نحنا دائما ننطلق من ذاتنا وما بدنا حدا نحنا بس بدنا هيدا الإرادة الموجودة والهمة القوية أكيد رح نرجع أقوى دائما عنا الأمل هو مفتاحنا بيقولوا لنا كتير زينا بيقولوا لسه متأملين إيه لسه متأملين من إحنا ما منعيش لولا الأمل أو لولا فصحة الأمل ننشكر وشدك معنا أستاذ عصام ننشكر الجهود المبدولة وأيضا ننشكر زنود شبابنا اللي عم تشتغل خلنا نقول الله يحميهم ويحمي جيشنا ويحمي كل حدا بيساهم أكيد ببناء وطن يحمي الكل يحمي الجميع يحميكم أنتوا كمان متابعين لعملنا بكل لحظة هذا كمان فخر لألنا اليوم هاي التشاركية اللي غير مدروسة ولكن عم تعطي حقا إن كان للجمعيات وإن كان للعالم شكرا لألكم نحنا بنوجه التحية لكم لكل الشباب اللي معك بعرف كمية الجهد والحماس والإرادة والمشاعر كمان اللي انتوا هيك بينات بعضكم وإن شاء الله هيك يوم الأربعة بيكون فعلا مخيم يلا الحقونا نهنيك شوفوا شعورنا يا ريت هاي بنقوله للمعدرة يعني بلكي بنروح بنعمل حل أمونيك شكرا لوجودك وتحية لكم كبيرة شكرا لكم شكرا